11 يونيو عام 2013 يوم جديد من أيام المحروسة مملؤ بساعات الكئيبة والتحديات الصعبة المتجددة في صباح ملتهب الأجواء استيقظ المصريون على متبعة مسيرات تشيع جنازة الشهيد النقيب محمد أبو شقرة إلى مثواه الأخير بعدما اغتلته أيدي الإرهاب الآثمة تعالت الهتفات الخارجة من الحناجر عبر مكبرات الأصوات في أثناء الجنازة الكل يهيجم الإخوان ويندد بحكم الجماعة لتبدو الأمور كأنها أشبه بثورة غضب وسط غمامة الحزن وسحابة الضيق التي عالت سماء مصر آنذاك أعلنت حركة تمرد وصول التوقعات على استمارة عزل الرئيس محمد مرسي إلى 15 مليون توقيع في توقيت نفسه أعلنت القوى الحزبية في مصر وعلى رأسها التيار الشعبي خريطة طريق مبكرة تتمثل في إسناد رئاسات البلاد إلى مجلس رئاسي مدني حال رحيل الرئيس محمد مرسي